القضية الإسكانية الإسكانية حليناها كلا كلا المستشفيات المدينة الطبية حليناها كلا كلا عندنا مدينة رياضية كلا كلا عندنا مدينة صناعية كلا كلا عندنا مدينة ثقافية كلا كلا عندنا ماشي عندنا سياحة كلا كلا طورنا فيلتة كلا كلا خلصنا قضية الزحمة كلا 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 عندنا حكومة مول كلا كلا عندنا حكومة ذكية كلا كلا راقبنا الأسعار راقبنا الأسعار كلا 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 حلينا مشكلة الخدم كلا كلا عندنا منطقة حرة عندنا منطقة حرة كلا كلا عندنا عاصمة كلا كلا عاصمتنا عاصمة السيويين وتفشل عندنا مترو كلا 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 عندنا سكك حديد كلا كلا عندنا مشكلة كهربائية نعم وصل المواطن لقمة الإحباط عندنا ديمقراطية لا لا بحمد شوذو ما عندنا ديمار ما عندنا ديمقراطية لستقولنا مجلس الأمة ديمقراطية لما نختار نواب صح تصير عندنا ديمقراطية حتى المعارضة طلعت معارضة مصطنعة من أجل مصالح تجار المال السياسي يدافعون على المال العام وهم أكثر ناس يخذون قسائم صناعية وزراعية وأكثر ناس اليوم عندهم عماير في كل مكان هذا من عمارته قالك النائب الفلاني هذا من عمارته هذا الوزير الفلاني هذا من عمارته هذا النائب هذا من مجمعه هذا مجمع المعارض الفلاني من الخسران من ضحية بيت العز أطني إياها يا مخرج ما يخالف باقي لي هالمساحة الصغيرة هني هني المواطن والمواطنة الغلابة متقاعدين أصحاب الوظائف المتوسطة اللي الحكومة تعطيها 10 دلالين زيادة ويمكن أقولها لأول مرة عندنا إعلاميين دنبكتشية وعندنا صحافة دنبكتشية وعندنا إعلاميين أقول للواقع تريد يقول لي ما أدري بس يعني نزعل بفلان لا لا تزعله تذب على الشعب للأسف ترجمة نانسي قنقر